المجلس العلمي الأعلى في المغرب أصدرت لجنة الفتوى المختصة به فتوى تقول للناس إن صلاة العيد لن تكون في المصليات ولن تكون في المساجد هذه السنة نظرا للظروف التي نعيش فيها وبالتالي سيؤديها الناس في بيوتهم سيؤديها الناس في بيوتهم وهي فتوى مبنية على نظر أصولي وعلى نظر مقصدي وضع الرخصة محل العزيمة والرخصة هنا ليست رخصة اختيارية إنما هي رخصة فرضت نفسها وفي ظل هذه الظروف تكون الرخصة هي الفقه وليس مجرد الأخذ بالعزائم التي أمرنا الله بها عز وجل إذن فبالتالي في ليلة العيد يبدأ الإنسان بالتكبير إلى أن يصبح يغتسل يتطيب يلبس أحسن ما عنده من ثياب ويكبر الله عز وجل كما هو معتاد في السنوات الماضية ثم حين يحين وقت الصلاة يصليها في بيته ركعتين يكبر سبعا في أول الركعتين ويكبر خمسا في الركعة الثانية ويحمد الله عز وجل على أن بلغه رمضان وبلغه الصيام والقيام وبلغه صلاة العيد فيتلو ذلك صلة الأرحام بما يتيسر من وسائل التواصل الاجتماعي والأجر إن شاء الله متحقق بل وأضعافا مضاعفة لأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أعمالنا لأننا نمتثل في ظروفنا العادية فنؤجر ونمتثل في ظروفنا غير العادية فنؤجر مرتين لماذا؟ للأجر الأول للامتثال والأجر الثاني للعنة الذي نعيش فيه وللحرج الذي نعيش فيه إذن فبالتالي يا إخواني ينبغي أن لا نتذمر من هذه الفتاوى التي تبحث عن سلامتنا أو تؤكد سلامتنا وتحمي حياتنا لماذا؟ لأن صلاة الجماعة أيها الإخوة مهما كان نفعها قاسر على صاحبها نفعها قاسر على صاحبها لكن حماية الأنفس وعدم الصلاة الآن في هذه الظروف في المسجد هي نفع متعد إلى الغير والأصل أن ما كان له نفعا متعديا الأصل فيه أن يقدم على ما نفعه قاسر على صاحبه فتقبل الله سبحانه وتعالى صلاتكم وتقبل صيامكم وتقبل أعمالكم وزكواتكم وتقبل عيدكم وأثابكم ثوابا كبيرة وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا العيد أياما مديدة وسنوات عديدة في ضل الأمن والعافية والسلام على وطننا الحبيب كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته